كل عام وانتوا بخير هابي نيو يير لإلهنا كل المائل لأسبوع الماضي كلمت ترنيمة الميلاد الجديد ترنيمة الجديدة اللي بنتغنى فيها ونجد اسم إلهنا الإله العظيم الإله القدوس وفي هذه السنة الجديدة بنعمة الرب نريد هدايا جديدة لكل واحد منكم وتكون حياة جديدة والله يتمجد في حياة كل فرد منكم لإسم إلهنا كل المجد إلى أبد الآبدين آمين دعونا نقرأ من سفر الرؤية أصحاح 21 وعدد خمسة سفر الرؤية أصحاح 21 وعدد خمسة وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة هاللويا قال الجالس على العرش الإله القدوس الإله المجيد له كل المجد في الكنيسة إلى أبد الآبدين يقول يقول هذه الكلمات ها أنا أصنع كل شيء جديدا هذه أقوال صادقة لأنها كلمة الله وحين يتكلم الله ليصمت كل إنسان لأن الله صادق هو صادق وأمين وأقوال صادقة وهو يعطي مواعيد لكم وهذه المواعيد يقول إنه يصنع في حياتكم كل شيء جديد هل تؤمن في هذا هل تؤمن أن الله يستطيع أن يجدد حياتك ويجعلها من نوع آخر حياة جديدة ترضي الله وتمجد الله هذه الأقوال يقول عنها الكتاب أقوال صادقة وأمينة وطبعا نحن في الأعياد في المناسبات دايما نفرح بكل شيء جديد ماذا؟ الأولاد بيهتموا بالتياب جداد وألعاب جداد وكل شيء جديد والإنسان اللي بيكون فيه عنده أشياء جديدة بيفرح فيها كل شيء جديد بيفرح القلب لأنه شيء جديد خاصة لما بيكون أنت عندك بيت جديد عندك سيارة جديدة عندك كل شيء فكم بالحري إذا عندك حياة جديدة هذه مفرحة مفرحة لنا لأنه حياتنا القديمة حياة متعبة حياة متهلهمة حياة قد أتعبها الحزن والألم والتعب وشقاة ويأتي الله ليقول لك في هذه السنة الجديدة ها أنا أفعل كل شيء جديد ها أنا أصنع كل شيء جديد إذن لما نفكر في هذا الأشياء الجديدة هي تبهج الإنسان وتفرح الإنسان الأثنيون يعني أهل أثينا كانوا أشخاص فلاسفي متعلمين وكان دايما يفتشوا عن شيء جديد كان دايما يفتشوا عن شيء جديد حتى يكتشفوا شيء جديد ويجاهم بولس الرسول حتى يخبرهم عن شيء جديد هني ما اكتشفوه وبإلهم بولس هذه يعني هذه الكلمات في أعمال سبعة عشر اثنين وعشرين إلى خمسة وعشرين بيقول فوقف بولس في وسط آريوس باغوس وقال أيها الرجال الأثنيون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا لأني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مزبحا مكتوب عليه لإله مجهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياك المصنوعة بالأياد ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع حياةً ونفساً وكل شيء هو يعطي الجميع واكتشفوا أنه فيه إله جديد الآلهة التانية كانوا هم يجيوا لعندها يخدموها عن بيقول لهم فيه إله عجيب هو اللي صنع هو اللي خلق هو اللي عمل كل شيء هذا الإله جديد ما بيحتاج لكم أنتوا بتحتاجوا إله هذا الإله الجديد هو يخدمكم بدل ما أنتوا تخدموه إنه يصنع كل شيء جديد لكم فرحوا الناس لما نسمحوا بهذه الكلمات والله يقول هنا بهذه الكلمات ها أنا أصنع كل شيء جديداً الإنسان يفرح بالأمر الجديد ليس أين؟ الإنسان بيبتهج لذلك بالنسبة للناس بيقول الكتاب لهم آذان لكن لا يسمعون لهم عيون لا يبصرون لوبهم ما بتحس وبيقول عنها الكتاب في هذه يعني عند دنياها صارت تعباني صارت خرباني صارت مش نافق تسمع بأذنك كلمة الله وكأنك ما سمعتها بتشوف أعمال الله وكأنك مش شايف أي شيء ولكن الله عم يعمل اسمعوا ماذا يقول الله في إشعياء إشعياء ستة وعدد عشرة بقول غلط قلب هذا الشعب وثق الأذنيه واطمس عينيه لألا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه إذن شعب بيسمع وما بيسمع عيونه موجوده وما بيشوف فيها إذن يحتاج إلى شيء جديد يحتاج إلى تجديد من الله يحتاج حتى يكون عنده عيون بيشوف فيها أعمال الله يحتاج أن يكون له آذان يسمع بها صوت الله حين يندي عنده أيدي تعمل الخير لخدمة الله ولخدمة الآخرين بدل ما تعمل الشر عنده رجلين ما بتمشي بطريق الشر بتمشي بطريق الله إذن يحتاج الإنسان إلى هذا ومن يستطيع أن يفعل هذا من يستطيع أن يجدد الإنسان من يستطيع أن يغير الإنسان اللي تعب وكل شيء فيه صار تعبان وخربان ومش نافع اسمعوا بكورونسوس الثاني صح خمسي وعدد سبعة عشر بيقول هالكلمات إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضض هو ذا الكل قد صار جديدا الله يقول أنا أصنع كل شيء جديد الله يصنع كل شيء جديد ويقول الكتاب إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة بمعنى آخر يعني أنه صار في عنده آذان تسمع لصوت الله لمن بيصير خليقة جديدة بيصير هذا الإنسان يقدر يشوف عمل الله بيقدر يتكلم عن الله إذن شو الفرق بين الأول وبين الآن قال له بالأول كان عنده آذان لا تسمع عيون لا تبصر ولكن الآن يتغير وهذا ما أتمناه لكل واحد منكم هذه السنة الجديدة أن نبدأ بداية جديدة لقد تكلمت في عيد الميلاد عن الترنيمة الجديدة وهاليوم أتكلم عن الحياة الجديدة في المسيح لنبدأ حياة جديدة ويكون فيها كل شيء جديد كما قال الكتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة وهذا يعني يكون لنا كل شيء جديد من الله أذن جديدة عيون جديدة أيدي جديدة كل شيء جديد إذن خليقة الله خليقة كاملة خليقة جديدة من الله هل ترغب في هذا هل ترغب أن يكون لك كل شيء جديد من الله الله يعطيكم نعمي وبركي ولذلك نحن نضع أيضا عهدا جديد مع الله يكون عنوانه وهذا العهد بتحطه وأنت بينك وبين الله بتقوله يا رب أنا أحبك عنوانه محبة الله وهذا العهد أنت بتوضعه وتقوله يا رب أنا بحبك وبيعيش في وصياك في هذا العهد الجديد نصنع عهد مع الله طبعا طبعا البعض بيقول أنا بخاف بخاف أتعهد مش هي بتخاف وتتعهد ليه بتخاف قال لأني جربت في الماضي كتير وفشلت مش قادر مش قادر أتعهد أكتر صحيح وأنا بقول لك إذا كمان بتجرب رح تفشل لأنك عم أنت تجرب وإنت عم تتكل على حالك تتجرب تصيري جديد ما حدا بيقدر يجدد حاله هو يجدد نفسه وما حدا بيقدر يعمل عهود لحاله يقول أنا اللي بدي أقطعها لكن اسمعوا ماذا يقول الكتاب يقول الجالس على العرش هذا الإله العظيم هذا الإله القدوس حين يتكلم يفي بوعوده فهو هو الذي يقول ها أنا أصنع كل شيء جديدا إذا مش أنت اللي بتعمل شي جديد مش أنت اللي بتقوم بالعهود مش أنت اللي بتعمل الخليئة الجديدة مش أنت اللي بتعمل القلبي جديد وحياتي جديدة وعيوني جديدة وآذاني جديدي وإيداني جديدي وكل شيء جديد الله الخالق الله الصانع هو يصنع كل شيء ويقول ها أنا ذا أصنع كل شيء جديدا إن ابن الله الأذلي هو يصنع هذا إنك تقول كل شيء جديد نعم إن صانع السماوات والأرض يستطيع أن يفعل هذا سمع إشعياء الله يقول بيقول في شعية 65 وعدد 17 اسمعه هذا الصوت سمعه إشعياء يقول لأني هأنذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الأولى الله بيقول لك أنا رح أعمل لك كل شيء جديد الأولى ما عاد بتذكرها ولا عاد أنت بتفكر فيها ولا تخطر على بال بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق لأن هأنذا خالق أرشالين بهجة وشعبها فرحا إذن هذا التغيير العجيب من يصنعه الله بيقول أنا رح أعملكم كل شيء جديد حياتي جديدة أرضي جديدة مكاني جديد كل شيء جديد في حياتكم هذا مواعيد الله في هذه السنة الجديدة الله يستطيع أن يصنع كل شيء جديد في حياتنا وهنا يقول أنا أصنع كل شيء جديد أنه تحول عجيب في حياتنا وهذا اللي بيقول الكتاب قال الجالس على العرش أنا أصنع كل شيء جديد إنه هو يتعهد التغيير وهنا اللي بدي يطمن لكم بالكم لما أنت بتجي وبتوضع نفسك بين إيديه بتقول له يا رب استلمني قلبا نقيا أخلق فيها يا الله بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الله يتعهد التغيير في حياتك الله اللي بيغير حياتك الله اللي بيعطيك قلب الطيع فيه وعيون تشوف فيها الله وأذان تسمع فيها لصوت الله ساعتها بتصير حياتك حياة جديدة لأنك أنت أخذت التغيير من الله هذا التغيير المبارك من الله بتصير حياتك حياة مثمرة بتصير حياتك فيها بركة لأن الله هو الذي يتعهد هذه البركة وهذا الخير بيصير مضمون مش إنه حكي مش كلام لمن الله يتكلم كلمة الله مضمونة بيقول الكتاب جربوني بهذا يقول الرب اختبروا الله زوقوا وانظروا ما أطيب الرب اختبروا الله في حياتكم جربوا الله تعاملوا معه تعالوا نعنده جربوا حياة جديدة معه شوفوا كيف الله يستطيع بيقول الكتاب قال تفيد معاصرك مصطارا وتمتلئ خزائنك شبعا إذن التغيير العجيب هو مش شغلك أنت هذا عمل الله خلينا ننتبه لهذه النقطة التغيير العجيب والحياة الجديدة وكل شيء جديد مش شغلك مش أنت اللي بتقدر تجدده الله هو الذي يصنع هذا العمل الجديد لذلك يقول قال الجالس على العرش الإله القدوس الإله العظيم الإله المبارك قال ها أنا أصنع كل شيء جديدا إنه إعادة بناء إعادة بناء ما تهدم العهد المكسور إنه عهد قديم أقامه الله مع الإنسان تعرفوا الله بنى عهد مع الإنسان وأعطى الإنسان راحة وأعطى الإنسان أنه يعبد ولمن الله خلق الإنسان وضعه في جنة عدن كان يتمتع في كل خيرات وبركات الله بيتمتع فيها بكل فرح ويتمتع فيها بكل سلام بيتمتع فيها بكل طمأنين وكان كل شي عنده ممتاز إلى أن جاء آدم الأول أبونا الأول وكسر هذا العهد وكسر عهد الله وهيك مشوف لمن كسر العهد دخلت الخطيئة ودخل الفساد وتزعزع كل شيء في حياتنا وبعد ما دخلت الخطيئة لحياة الإنسان سيطر الشيطان بكامله على حياة الإنسان على حياة بكاملها فالناس صار عندهم دينين آذان عندهم آذان لا يسمعون فيها لصوت الله عندهم عيون ما بيشوفوا فيها الله عندهم أشياء كثيرة ولكن قلوا عن الله ما بيعرف شيء ما بيعرف شيء عن الله بنفس الوقت هو يعبد الله ولا يعلم شيء عن الله بيتكلموا عن الله وما بيعرفوا الله بيقول الكتاب هذا الشعب يكرمني بشفتين أما قلبه فأبعده عني بعيدا جدا يعني بيحكوا لي كلمات إنهم بيعبدوني بيحكوا كلمات إنهم بيحبوني وإنهم ما بيعبدوني وما بيحبوني لأن أعمالهم تشهد عليهم أنه إني بعيدين عن الله وبيقول الكتاب العميان والقادي إلهم عميان وبيقول الكتاب إن كان أعمى يقود أعمى يسكت الإسنان كلاهما في الحفرة فصارت الناس اللي بتعلم الدين عميان والشعب أعمى والناس بسبب الخطية إذن شو الأضية هي خطية وهذه الخطية دخلت في آدم الأول وجاء الرب يسوع المسيح وهذا اللي ترنمنا له يعني كنا عم نحكي عن الترنيم الجديد لمن إجا الرب يسوع ليعيد إلنا العلاقة من جديد ونترنم ونتغنى بهذه الترنيمة ويعطينا حياة جديدة إذن أبونا آدم كسر العهد وجاء الرب يسوع لكي يرمم العهد المكسور ويقول ها أنا أصنع كل شيء جديد إذن العهد المكسور وكل شيء منتهي إجا حتى يرمموا من جديد وهيك إذن حياتنا أعضانا كل شيء فيها مدمر هي ليست للرب وهيك منشوف أن الأذن لا تسمع لصوت الله العين لا ترى اليد لا تعمل الخير اليد تعمل السوء بدل الخير والرجل تسير في طريق الشر بدل طريق الخير لكن حين يرمم الله حياتك يجعل العين ترى والأذن تسمع واليد تفعل الخير والرجل تسير في طريق البر وهكذا أصبح كل شيء جديد بدل ما كان كل شيء معطل وما بيسمع إلى الله إذن الله رمم حياتنا بالكامل ترميم كامل وإذن بيقول الكتاب هأنا ذا أصنع كل شيء جديد وأقول أي الله يصنع في المسيح كل شيء جديد والله هو الذي يبني حياتكم من جديد وهون خلينا نتذكر أنه آدم الأول جلب معه الخراب والدمار والخطيئة ولكن آدم الثاني الرب من السماء جلب معه البرك والخير والسلام والحياة الجديدة والتغيير وهيك بصار عهد مضمون هذا العهد يضمن الله ويضمن إله العهد ويقول عنه الكتاب هذا الإله الذي يقول عنه الصادق الأمين هو اللي يضمن هذا العهد وهذه الموعيد وهذه الحياة الجديدة ويصبح كل ما فينا يعني يعمل لإرضاء الله يعني بتصير عيوننا بترضي الله إيدينا وإداننا وكل الشيء فينا منصير كلنا ويقول الكتاب عنها سماها خليقة جديدة في المسيح يسوع وهنا كل شيء يعني صار جديد إذن لا تعود تفعل الشر لأن حياتنا تحولت من طريق الشر إلى طريق الخير إلى طريق الإيمان بأله ويقول الكتاب هذه الكلمات فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح إذن التبرير بالإيمان هو اللي بتصير عندك أنت السلام الجديد والحياة الجديدة وكل شيء جديد لقد انتهت العداوة القائمة بيننا وبين الله وهذه العداوة اللي كانت قائمة بيننا وبين الله جاء الرب يسوع المسيح لكي يبطل هذه العداوة اسمعوا بأفسس 2 عدد 13 بيقول إلى 17 ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده نموس الوصايا في فرائد لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا الله يصنع إنسان جديد لمن بشير العداوة بيننا وبين الله إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين وهذا يعني إن عمل الله هو مفتوح لجميع الناس بغض النظر عن العرقية عن اللون عن الجنس عن الطائفة وهي دعوة عامة شاملة إلى جميع الناس يقول الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إذن هي لجميع الناس وهنا يتكلم عن البعيد وعن القريب أي الذي يدعي إنه قريب من الله وإنه ينتمي إلى الله هذا الباب مفتوح له والذي لا يؤمن بأله وهو بعيد جدا عن الله وهذا الباب أيضا مفتوح له وهو يدعوه ويقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلئي الأحمال وأنا أريحكم والله يصنع كل شي جديدا في حياة الإنسان ولما الله بيعمل فيه شي جديد في حياتنا بالأول كنا عبيد للخطي عبيد للشر عبيد للفساد لكن اسمعوا كلمة الله ماذا تقول لا أعود لا أعود أسميكم عبيدا بل أبناء أحباء إذن المسيح يعني أعطانا حياة جديدة وأصبحنا في المسيح أولاد الله إذن نحن صرنا أولاد الله وبيقول الكتاب هالكلمات وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان في يحنى واحد عدد 12 و13 يقول الكلمة فأعطاهم سلطان أن يصير أولاد الله أي المؤمنون بإسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله إذن صرنا خليئة جديدة صرنا أبناء الله صرنا محسوبين أو أبناء مش عبيد وبيقول الكتاب أيضا برومي 8-17 فإن كنا أولاد فإننا ورثة ورثة الله ووارسونا مع المسيح إذن لمن أنت بتكون ابن لالله فإلك المواعيد وإلك البركات وإلك العهود وكل شيء لك إنه عمل الله يعمل في دواخلنا بالروح القدس الله يعمل في قلوبنا وفي حياتنا الله يغير حياتنا وبيقول الكتاب أنتم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرب بالنار بل قد أتيتم إلى الله ديان الأحياء والأموات الله أحبنا وأعطى ابنه بدلا عنا وهذا شيء عظيم جدا وأعيد لكم هذه الآية مرة أخرى لأقول لكم هذه الكلمات هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هل تؤمن في هذا إن كنت تؤمن الله يحبك الله لك والله يصنع كل شيء جديد لك وتكون هذه السنة سنة جديدة مباركة في حياتك وتظهر فيك حياة جديدة تغير حياتك إلى الأفضل وإلى كل شيء أفضل وهنا الله يصنع فيك شيء جديد وبتصير حياتك كلها جديدة ساعتها لما تسمع صوت الله عن بنادي تأتي إلى الله ترغب في رؤية أعمال الله وتريد أن تصنع الخير للناس وتصنع الخير للجميع اسمع الله يناديك ويقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم اللهم يناديك هل تأتي إليه هل تلقي أحمالك عليه هل تعطي الأشياء القديمة المتعبة المدمرة حتى يصنع منها شيء جديد هل تأتي إلى الرب بيقول كتاب قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هي وحملي خفيف الله بيناديك بينادي كل واحد منكم بهذا نعرف الفرح الحقيقي حين نأتي إلى الله لأن الله مصدر هذا الفرح الحقيقي الله هو مصدر هذا السلام هو مصدر الحياة تعرفوا الناس بتركض اليوم وراء الملازات وراء الأهواء وراء الشهوات لأنه بدن يفرحوا وبدل ما يفرحوا بتحول الفرح عندهم إلى حزن وبتتحول حياتهم إلى كآبي والسبب لأنه كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة هي السراب سراب ولا تفرح القلب ولا تعطي للإنسان سلام لذلك قال أغسطينو هذه الكلمات لقد خلقتنا لنفسك يا الله ولا ترتاح نفوسنا إلا في شخصك بتعرفوا الإنسان بيجمع مال وبيعمل بيوت وبيعمل أشياء كتير ولكن بيلاقي أنه هذه ما بتفرح قلبه والسبب لأنه علاقته مقطوعة بالله ما بيقدر يعمل خير لأنه إيده مش متعودي على فعل الخير متعودي على فعل الشر ما بيقدر يشوف أعمال الله ما بيقدر يشوف المساكين والفقر ما بيقدر يحب لأنه ما بيعرف الله ولكن حين يأتي إلى الله الله يصنع فيه حياة جديدة قلب جديد عيون جديدة صارت بتشوف كل الناس بعيون المحبة تعرفوا الناس اليوم بيصنفوا بعضهم بعض بيقول هيدا معي وهيدا عدوي لكن الإنسان الجديد ما بيشوف أعداء له بيشوف كل الناس محبوبين لأنه الله بيحبهم بيشوف كل الناس إخوي له بيصير يحب كل الناس بيصير يفكر بالمسكين بيفكر بالفقير بيفكر بالمحتاج بيفكر بكل شخص والسبب لأنه صار إنسان جديد وهذا الإنسان الجديد لا تفرحه الأهواء والملزات والشهوات إنه يفرح ويتمتع بجمال الله وعمل الله وبقوة الله في حياته لذلك الناس بيتغنوا بمباهجهم بأهواء وشهواتهم لكن اسمع المرنم ماذا يقول المرنم بيقول هذه الكلمات يا طيب ساعات بها أخلوا مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ولا رقيب قال لمن بقعد بحضرة الله وبتكلم معه وبتحدث معه أنا صرت إنسان جديد بقدر بقعد بحضرة الله ساعتها هذه بفرحني هذا بفرح وداود رنم قديما وطلب طلبي من الله بمزمور 27 وعدد 4 بيقول هذه الكلمات واحدة سألت من الرب وإياها التمس شو بدك يا داود قال أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله شفتوا أخونا لأنه بيحب الرب شو طلب طلب أنه يسكن في بيت الله يسكن يعيش وسؤالي قديش بتحب تجي على الكنيسة قديش بتحب تجي تسمع كلمة الله داود كان عم يطلب يا رب خليني أسكن هناك في محل العبادة في محل الهيكل حتى أتأمل فيك على الدوام الناس اليوم لما بتجي تقلها محل العبادة الناس ما عندهم ما عندهم شوق لعبادة الله ما عندهم شوق إلى هذا الأمر لكن لما بتصير خليقة جديدة لما الله بيصنع منك إنسان جديد بتصير تتشوّق للعبادة تتشوّق لمحبة الله تتشوّق للجلوس في حضرة الله بتصير مثل داود بتقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب لأنه بده ينظر إلى جمال الرب يتأمل الرب ويتأمل جماله وهيك منشوف ونحن اليوم لما منقول أنت لما بتصير تحسب كم اجتماع حضرت بتصير تحكي عن كم ساعة ضيعت من حياتك هل العبادة صارت يعني أوقات ضائعة ولا أوقات محبوبة ومرغوبة بالنسبة لك خليني أخبركم لمن أنت بتكون في الإنسان القديم المتهدم والمدمر بتشوف العبادة أوقات ضائعة بتشوف الجلوس في حضرة الله أوقات ضائعة لكن في الإنسان الجديد والعيون الصحيحة التي ترى ترى أن أوقات العبادة هي أوقات جميلة جدا هي أوقات الملزات الحقيقية هي وقت الفرح الحقيقي هو الشبع بالرب هي عمل فيه أنت بتشكر الرب وفيه بتعبر عن هذا الشكر ولذلك نحن كنا في الشر نصارع الخطيئة نصارع الحياة نصارع الموت لكن في الحياة الجديدة لنا حياة الشكر واسمعوا ماذا يقول في كولوسي واحد تلت اتناعش وثلتتعش بقول شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة مراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي بمعنى آخر أنك أنت كنت تحت عدو قاسي ظالم يدمر حياتك كل يوم مهما كان لك ولكن جاء ابن الله جاء الرب يسوع المسيح لكي ينقلك من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته ويعطيك حياة جديدة ويصنع كل شيء جديد لك وتكون بيقول كتاب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا كل شيء جديد إذن التغيير هو عمل الله وأيضا التغيير حقيقة ممكنة يعني نحن نقول أنه نحن نحك شيء مش ممكن نقدر نحصل عليه لا التغيير حقيقة ممكن ليه لأنه الله قال أني أنا بغيركم أنا أصنع كل شيء جديد ولما الله يقول يعني يكون حقيقة إذن الولادي الجديد ممكن تعرفوا نيقوديموس سأل عن الله سأل عن ملكوت الله قال له كيف أريد أن أدخل ملكوت الله كيف أنا بدي أعرف الملكوت قال له يجب أن تولد مرة ثانية وطبعا استغرب وسأل براسه هذا مستحيل كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ هل يمكن أن أدخل بطن أمي ثانية وأولد هذا مستحيل وطبعا مستحيل بنظر نيقوديموس لأن الولادي الجديد لا يحتاج إلى عمل بشري لأنها ولادي من الروح القدس هي عمل الله إذن هل الولادي الجديد ممكن نعم لأنها عمل الله بيقول له الولادي الجديد هي من الله هذه الولادي الجديد هي بالماء والروح بكلمة الله الإنسان بيصر بيصير خليقة جديدة بيغسل الماء بالكلمة وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ولذلك كان الله بيقول ينبغي أن تولد من فوق الولادي أنت بتحتاجها إذن هل الولادي الجديد ممكن نعم إذن يمكن أن نولد من جديد ونكون خليقة جديدة في المسيح امرأة خاطئة جاءت إلى الرب يسوع المسيح وبيقول عنها الكتاب كانت خاطئة جدا وغسلت أرجل للرب يسوع بالدموع ومسحتها بشعرها والناس استغربوا وشافوا أنه هايدي شو عم تعمل كيف قدرت نزلت إلى هذا المستوى والرب يسوع قال هذه الكلمات أحبت كثيرا لأنه غفرت خطاياها الكثيرة على كتر ما كانت هي تعباني وبعيدي لما شافت التغيير الجديد في حياتها أحبت الله إذن التغيير الجديد بيخليك تحب الله لما بتصير خليعة جديدة بتصير تحب الله بهذا المقدار استطاعت أن تحب الله مع التغيير الجديد العجيب في حياتي الآن بإمكاني أن أعمل مرضاة الله وأن أترك الخطيئة إذن بالتغيير الجديد بتقدر تترك الخطيئة لأنك صرت خليعة جديدة والله يباركك تقدر تقرأ الكتاب المقدس تقدر تقدر تقرأ الكتاب المقدس فيك تحضر اجتماعات لذلك لذلك أن يصنع كل شيء جديد من حولك وهيك بده يصير في تغيير في بيتك تغيير في علاقتك مع الآخرين تغيير بده يحصل لمن أنت بتروح على بيتك مع زوجتك أو أنت مع زوجك وبتصير علاقة جديدة مع الأولاد بده يصير في تغيير لأن الناس بدني شوفوا شيء جديد تعرفوا لمن المؤمن يصير خليقة جديدة الناس يشوفوه إنسان جديد غير الأول الإنسان الأول مات كان هناك رجل قاسي ظالم كان سكير وشرير وهذا الشخص لمن كان يرجع للبيت وهو سكران كان يضرب زوجته ويضرب أولاده والكل كانوا يرتعبوا منه وفي يوم رجع للبيت وكان غير شكل كان لطيف جداً مع زوجته بينادي أولاده تعالوا بيحب أولاده الزوجة استغربت إنه شو اللي صار بيقلها الإنسان الأول مات وهلأ أنا خليقة جديدة في المسيح تعرفوا أغسطينوس قبل ما يطلب الخلاص ويصير إنسان مؤمن قديس كان إنسان شرير وكان خاطي وكان يعيش في الخطيئة وفي الزنا وفي الفساد أمه كانت مؤمنة كانت تصلي لأجله وكانت دايماً تحطه أمام الله في صلواتها وماتت وهو بعده شرير ولما ماتت أمه ووقف أمام والدته وتذكر الصلوات وتذكر الدموع وتذكر كل شيء ركع وصلى وقال له يا رب خلصني يا رب أنا بدي عيش إليك يا رب أنا بدي أكرم اسمك في حياتي وصار أغسطينوس خليقة جديدة في المسيح فأحد الفتيات اللي كانت صديقته اجت بالدق عليه الباب بتقول له أغسطينوس فتح الباب بيقول لأ مينك أنت بتقول له ولو منسيتني ما بتتذكرني بيقلها أغسطينوس اللي أنت بتعرفيه مات وهلأ في أغسطينوس جديد خليقة جديدة في المسيح تعرفوا لن بتصير خليقة جديدة في المسيح ما في زنا ما في خطية ما في فساد ما في بعد عن الله بتصير تعيش حياة بترضي الله هذه الحياة بتصير تمجد الله بيقول الكتاب ويرو أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات إذن المطلوب شو المطلوب هلا في هذه الحياة الجديدة بما أنه هذه حياة ممكنة إذن المطلوب أن تقف إلى جانب الرب ولا تتخلى عن الرب قل له يا رب أنا ألك مش رح أتركك مش رح أبعد عنك رح أتمسك فيك أن تجلس عند أقدام المطلوب وتمتحن نفسك كل يوم بيقول الكتاب لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا تجي عند الرب يسوع المسيح تجلس عند الصليب وبتوضع نفسك وبتقول له يا رب املأ قلبي وحياتي بالطاعة لك حتى مجد اسمك أنت تقوى في الرب وفي شدة قوته الله ما بده إياك مؤمن ضعيف بعض المؤمنين بيرضوا يكونوا مؤمنين ضعاف لكن الله لا يرضى لذلك يقول الكتاب تقوى في الرب وفي شدة قوته ما بده إياك الله تكون مهزوم ما بده إياك تكون ضعيف ولذلك ما بده إياك تكون محمول بكل ريح تعليم بل يريدك أن تكون قوي في الإيمان بطل من أبطال الإيمان الله شكرا الله يريد أن يمجد اسمه في حياتك ويريد أن يعظم اسمه في حياتك فمن لذلك عليك أن تسق بالرب وتسق أن الله يعطيك حيات جديدة وهذه الحياة مملوئة بالنعم وبالبركات وهذه الحياة تفيد بالخير والبركة لتروي الآخرين من بركة الله ويجب عليك أن تأتي إلى الله لكي تأخذ الحياة الجديدة وبيقول الكتاب أنه عليك صعود الجبال الروحية لذلك قال الشاعر هذه الكلمات قال من يخف أو من يخشى صعود الجبال يعيش أبدا بين الحفر إذا ما بدك تصعد روحيا حيث تظل لك في المنقفض في المنقفضات فعليك أن تتسلق الجبال الروحية إذن بنعمة الرب لنبدأ هذه السنة بداية جديدة مصنوعة بيد الله العظيم كل شيء جديد حياة خالية من الأنانية انتبهوا لي وحب الزات نحب الآخرين نرغب في مساعدتهم نحب الفقراء والمساكين ونمد اليد لمساعدة المحتاجين نقف إلى جانب المظلومين نقف إلى جانب الحق ولا نتخلى عن الحق إذن يجب أن تكون حياتنا خالية من البغضة والكراهية وتكون مليئة بالمحبة المحبة لجميع الناس بهذه المحبة نحب الآخرين بغض النظرة عن العرق واللوم والطائفة الله يحب الجميع على السواه لذلك يجب أن تكون وهيك أصلي أن يكون كل واحد منكم غصنوا شجرة مسمرة غصنوا شجرة على عين شكراً شكراً الذي صنع كل شيء جديداً يبارككم يبارك حياتكم يبارككم بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع يقول عن الكتاب يباركك بكل بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابد من تحت بركات الله هي لكم في هذه السنة الجديدة في بداية جديدة لتمجد الله في حياة مجيدة معكم دعونا جميعاً نحن رؤوسنا بالصلاة جميعاً نسكب قلوبنا أمام الله بالصلاة صلي معي صلي يا أختي صلي يا خيي قال له أشكرك يا رب لأنك تصنع كل شيء جديد في حياتي قال له يا رب أنا أتعهد أن أمجد اسمك في هذه السنة الجديدة قال له للرب أعطيني حياة جديدة يا رب اجعل كل شيء جديد في حياتي يا رب نعظمك ونباركك لأنك أنت إلهنا الإله القدوس المجيد وأنت تصنع كل شيء جديد في حياتنا وأنت تعظم اسمك فيما بيننا فأرجوك أن تمد يدك الكريمة المباركة وتلمسك كل شخص موجود أمامك الآن يا سيد الرب وأنت مد يدك وتبارك كل إنسان وتعطي البركة للجميع لكي نكون في هذه السنة الجديدة حياة جديدة معك حياة مباركة لمجد اسمك لكي تتعظم أنت في حياتنا ولكي تتمجد أنت ولإسمك كل المجد إلى أبد الآبدين أمين ترجمة نانسي قنقر